نروح للزمالك جوزي جوميز مدرب جديد لنادي الزمالك وصلت صفقات كثيرة جدا عملها نادي الزمالك ما زال بعض الناس تتحدثينه ما كانش فيه صفقات في خط الدفاع قوية ما يعني الدعم في الخط الخلفي ده تحديدا ما فيهوش دعم زي في الخط الهجومي الراجل بقى بيشتغل ازاي على اللعيبة اللي معاه دلوقتي مين اللعيبة اللي عاجبينه هل ممكن يبقى فيه تغيير في مراكز بعض اللعيبة ولا هو مش من المدربين اللي بيعملوا كده طيب خلينا نبدأ لك يا كريم ان الانطباعات الخاصة بجوميز عن الحالة الجديدة اللي عايشها نادي زمالك في اللوقتي الحالي انطباعات جيدة جدا فيه تواصل كبير جدا من جانب كابتن احمد سليمان وكابتن حسين السيد باستمرار مع المدرب ولكن لو هنتكلم على اللعيبة اللي عجبته فيه تلات لعيبة يا كريم الراجل معجب بيهم جدا وهتشوفهم فيه تشكيله السابت خلال الفترة الجاية طبعا بعد عودة المباراة اول لعب محمد شحات القدم طبعا من فريق طلع الجيش ليه بقولك محمد شحاتة لان الراجل قال نصا كده انه هو لعب اقرب للتكامل اقرب للتكامل ازاي دايما جوميز بيحب لعب الوسط يزيد هجوميا وفي نفس الوقت يكون قوي يعني بدنيا ويقدر يستخلص القرار بحس يعمله مزيج ما بين الهجوم والدفاع ده اللي عند محمد شحاتة وده اللي ظهر به محمد شحاتة حتى في المباراة الودية اللي اقيمت امام فريق الشباب اللعب التاني اللي احنا هنتكلم عليه هو لعب قديم مش صفقة جديدة معجب به الراجل اه سيف الجزيري سيف الجزيري يعني الراجل مش معجب به بس هو متيم به ليه لان الراجل دايما بيحب المهاجم اللي بيجري وراء المدافعين دايما بيحب المهاجم اللي بيفتح المساحات لزملاء وسواء صنع اللعب او الظاهرين بيحبش فكرة مهاجم الصندوق الكريم ودي النقطة اللي يمكن جمهور الزمالك كان في وقت من الاوقات بيلوم سيف الجزيري عليها دلوقتي بقت ميزة كبيرة فيه لدرجة ان اكتر لاعب اتعامل معه جلسات منفردة مع جمز هو سيف الجزيري ليه لان الراجل مقامن جدا بامكانياته ومقامن جدا انه هو هيتطور معه بشكل كبير اللعب الثالث عبدالله السعيد ليه عبدالله السعيد عشان التفاصيل الصغيرة يمكن حتى في تدريبات الزمالك فيه فقرات سبتة مع جمز على الرقلات الحرة المباشرة والرقلات طبعا غير مباشرة وحتى الركنيات عبدالله السعيد واحد او واحد من اللعبين الاساسيين اللي بيعتمد عليهم جمز في هذه الفقرة دايما هو اللي بيلعب التزديدات الرقلات الحرة دايما هو اللي بيقف على الركنيات فالحقيقة أن عبدالله سعيد هيكون لي دور كبير جدا مع الرجل هياخد ده من زيزو في التفاصيل الصغيرة لسه كنت أقولك يعني يمكن فيه صورة حتى انتشرت النهاردة أن زيزو واقف حيطة وعبدالله سعيد هو اللي بيشوت الفاول يمكن الناس اتكلمت ولكن الحالة ما بين زيزو وشيكبالة وعلى ذكر زيزو يعني الحالة ما بين زيزو وشيكبالة وعبدالله سعيد حالة بتفكرنا كده عارف باللعيبة زي بنتكلم في الجيل الزهبي للأهلي لما بيبقى فيه مزيج ما بين فلافيو ومتعب مثلا فالحقيقة الحالة ما بين شيكبالة وزيزو وعبدالله سعيد بالضبط فيه نسجام كبير جدا ما فيش حد هيأثر على التاني بالعكس الموضوع يعني يمكن في صور التدريبات ده واضح بشكل كبير جدا ممتاز فيه لعيبة عيض غير مراكزها اه الحقيقة زياد كاميل اللاعب القادم من امبي دلوقتي عندنا مشكلة في الزمالك أو جومز عنده مشكلة في الزمالك إن الوينش تعرض للإصابة فالحقيقة بسبب طول قامت ياسر حمد وحسام عبد المجيد هو شايف إن هما الاتنين ما يقدروش يلعبوا كقلبين دفاع ليه؟ عشان هو بيحتاج واحد على الأقل في قلب الدفاع يمشي كورة أو يبني هجمة عمده كورة حلوة بالضبط كورة حلوة يمشي كورة ويبني هجمة فالحقيقة زياد كمان لعب الجزئية دي في امبي وبناء عليه تواصل جومز أو تقرير كابتن أحمد مجدي وساعد جومز في الزمالك عن اللاعب ده إنه هو قدر إنه هو يلعب في قلب الدفاع في امبي لما المباراة بتبقى مستريحة يعني امبي بيبقى متقدم بيرجعوا آخر عشر دقيق يلعب كقلب الدفاع فالحقيقة من خلال التدريبات الأخيرة يا كريم الراجل بيعتمد على زياد كمان في مركز قلب الدفاع مش مركز ستة في وسط الملعب يعني غالبا هنشوف زياد كمان بدء مدافع بنسبة كبيرة بسبب إن الراجل ده عايز يخلي واحد يبني الكورة من تحت عظيم جدا